النهر ده عشان نعمل الشال بتاعنا هنستخدم خيط انجورا جولد اليز انجورا جولد ده احسن خيط ممكن تعمليه بالشالات بيديكي وفره في الخيط وكمان بيبقى جميل جدا في الشغل وهستخدم معاه ابرة ثلاثة هو مكتوب علينا انا استخدم من اتنين لاربعة لكن انا هستخدم معاه ابرة ثلاثة بعد كده اول حاجة بعملها عقدة البداية وببدأ اشتغل السلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر يبقى النهار ده هنشتغل تكرار العدد ستاشر ابدأ اعدي من تاني واحد اتنين تلاتة لحد ما اوصل لستاشر وابدأ اعدي من اول واحد تاني فانا هكرر الستاشر تلات مرات ونفجع تاني عشان نشوف هنعمل ايه انا كده اكررت العدد ستاشر تلات مرات وبالنسبالي ده مناسب جدا للشال او الكفية اللي انت هتعمليها بعد كده بتزودي واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى بعد ما بتكرري العدد ستاشر بالعدد المضاعفات اللي انت عايزاها بتزودي اربع سلاسل اول سلسلة مش هشتغل فيها تاني سلسلة على طول هدخل وعمل حشو باسحب الخيط باشتغل حشو السلسلة اللي بعدها بدخل وباسحب الخيط واخد حشو السلسلة اللي بعدها ادخل واخرج بالخيط واخد حشو يبقى انا في كل سلسلة من السلاسل ديت هشتغل ربزة حشو لحد نهاية الدور ونبجع تاني عشان نشوف الدور التاني هنشتغله ازاي انا كده خلصت الدور الاول اشتغلت بكل سلسلة ربزة حشو بعد كده هشتغل سلسلة واحدة ولف الشغل وفي اول ربزة على طول هاخد حشو تاني ربزة باشتغل ربزة حشو تالت ربزة باشتغل ربزة حشو يبقى انا اشتغلت تلت ربزة حشو في الاول سلسلة واحدة ولفة على الابا وبفوض ربزة من تحت والربزة اللي بعدها باشتغل عمود بلف سلسلة ولفتين عالابرة وبفرض ربزة من تحت والربزة اللي بعدها بشتغل عمود بلفتين بخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين سلسلة تلات لفات عالابرة بفرض ربزة من اللي تحت واللي بعدها بروح وباخد عمود بتلات لفات بخرج من حلقتين فحلقتين 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 كده انا اشتغلت عمود بلفة عمود بلفتين عمود بتلات لفات سلسلة ابدأ اقرر بس بالعكس يعني اخر حاج اشتغلنا عمود بتلات لفات يبقى هفرض سلسلة واشتغل عمود بتلات لفات بخرج من حلقتين فحلقتين 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 سلسلة قبل العمود بتلات لفات كان فيه عمود بلفتين هياخد عمود بلفتين افوض ربزة من اللي تحت وبروح على الربز اللي بعدها اشتغل عمود بلفتين بخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين سلسلة بلفة واحدة على الابة بفوض ربزة واللي بعدها بشتغل عمود بلفة واحد يبقى اول حاجة اشتغلناها عمود واخر حاجة اشتغلناها عمود وبعدها عمود بلفتين هنا قبل الاخير عمود بلفتين والاتنين اللي في الوسط بتلات لفت بعد كده سلسلة واحدة وبفرض ربزة من اللي تحت واللي بعدها باشتغل حشو واللي بعدها باشتغل حشو واللي بعدها باشتغل حشو يبقى اول حاجة تلاتة حشو وبعد كل جبزة بنشتغل تلاتة حشو بعد كده بنقرر تاني سلسلة ولفة واحدة على الابرة بفوت الجبزة اللي عليها الدور اللي بعدها باخد عمود بلفة واحدة سلسلة ولفتين على الابرة وبفوت الجبزة اللي عليها الدور اللي بعدها باخد عمود بلفتين سلسلة تلات لفات على الابرة بفوت الجبزة اللي عليها الدور والجبزة اللي بعدها بدخل وباخد عمود بتلات لفات سلسلة واحدة. وتلات لفات على الابعة. وبفوت الجبز اللي عليها الضرب. قولي بعدها باخد عمود بتلات لفات. سلسلة ولفتين على الابعة. وبفوت الجبز اللي عليها الضرب. قولي بعدها باشتغل عمود بلفتين. سلسلة ولفة واحدة على الابعة. وبفوت الجبز اللي عليها الضرب. واللي بعدها باخد عمود بلفة واحدة. سلسلة وبفوت الجبز اللي عليها الضرب. وبروح اللي بعدها باخد حشو. واللي بعدها حشو. واللي بعدها حشو. يبقى الجبز بتاعتنا التانية خلصت. هنبدأ نكرر تاني سلسلة. ولفة على الابعة. وبفوت الجبزة من تحت. واللي بعدها باخد عمود بلفة واحد. سلسلة. ولفتين على الابعة. وبفوت الجبز اللي عليها الضرب. واللي بعدها باشتغل عمود بلفتين. سلسلة تلات لفات على الابعة. وبفوت الجبزة اللي عليها الضرب. واللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات. سلسلة تلات لفات على الابعة. وبفوت الجبزة اللي عليها الضرب. واللي بعدها بشتغل. عمود بتلات لفات. بخرج من حلقتين فحلقتين فحلقتين فحلقتين. سلسلة لفتين عالابرة وبفوض جبزة من اللي تحت واللي بعدها بشتغل عمود بلفتين. سلسلة ولفة واحدة على الابعة وبفوض ربزة من اللي تحت واللي بعدها باشتغل عمود. سلسلة وبفوض ربزة واللي بعدها باشتغل حشو. واللي بعدها حشو واخر ربزة باشتغل حشو. بالشكلات. انا كده خلصت معاكم الضوب التاني كله. طب بعد كده سلسلة واحدة وبالك في الشغل. واول ربزة بتقابلني باخد حشو. والجبزة اللي بعدها باخد حشو. والجبزة اللي بعدها باخد حشو. كده اشتغلت ثلاثة حشو فوق الثلاثة حشو. هيقابلني السلسلة اللي كنت باخدها فاصل. هاشتغل من داخلها كده برزة حشو. عشان ارجع عدد السلاسل بتاعتين فوق العمود باخد حشو. من داخل الفراغ باخد حشو. فوق العمود بلفتين باخد حشو. عشان ابرجع نفس عدد السلاسل بتاع الدور الاول عشان اشتغل عليه. يبقى فوق العمود باخد حشو. من الفاصل باخد حشو. فوق الحشو باشتغل حشو. واهمشي بالنمط ده لنهاية الدور التالت ونبجع تاني. انا كده خلصت الدور التالت. بعد كده باب تفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. وده هعتبر اول عمود بتلات لفات ولف الشر وكمان هيخد سلسلة الفاصل. بعد كده تلات لفات على الابرة وهفوض سلسلة وهفوض جبزة. الجبزة اللي بعدها هاخد عمود بتلات لفات. بالشكل ده. بعد كده سلسلة ولفتين على الابرة وبفرض وابزع اللي بعدها باخد عمود بلفتين. سلسلة ولفة واحدة على الابرة وبفرض جبزة اللي بعدها باشتجع العمود بلفة واحدة. سلسلة وبفرض الجبز اللي عليها الدور واللي بعدها باخد حشو. واللي بعدها حشو. واللي بعدها حشو. بعد كده سلسلة واحدة ولفة واحدة على الابرة وبفرض الجبزة اللي عليها الدور وببدأ الجبزة بتاعتها تيبقى عادي. اللي هي عمود اول حاجة بعد كده سلسلة. لفتين على الابرة بفوت الجبزة اللي عليها الدور واللي بعدها عمود بلفتين. سلسلة تلات لفات على الابرة. بفوت الجبزة اللي عليها الدور اللي بعدها باشتجل عمود بتلات لفات. سلسلة تلات لفات على الابرة. بفوت الجبزة اللي عليها الدور اللي بعدها باشتجل عمود بتلات لفات. سلسلة لفتين على الابرة بفوت الجبزة اللي عليها الدور واللي بعدها باشتجل عمود بلفتين. سلسلة. لفة واحدة على الابرة. بفرض ربز اللي عليها الدرب واللي بعدها باخد عمود بلفة واحدة. سلسلة. بفرض اللي عليها الدرب واللي بعدها باشتغل حشو. واللي عليها الدرب باشتغل حشو. واللي عليها الدرب باشتغل حشو. يبقى التلاتة حشو. في نهاية كل جبزة من الجبز بتاعتنا. شايفين بدأ اتباعنا الجبزة بتاعتنا ازاي? بعد كده سلسلة لفة واحدة على الابرة بفرض جبزة اللي بعدها باشتغل عمود بلفة. سلسلة لفتين على الابرة بفرض الجبزة واللي بعدها باشتغل عمود بلفتين. سلسلة تلات لفات على الابرة. وفرض جبزة واللي بعدها باشتغل. عمود بتلات لفات. سلسلة تلات لفات على الابرة وبفرض جبزة واللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات. سلسلة لفتين على الابرة وبفرض الجبزة اللي عليها الدرب واللي بعدها بشتجل عمود بلفتين. سلسلة ولفة واحدة عالابرة وبفوض رفزة اللي بعدها بشتجل عمود بلفة واحدة. وبفوض رفزة اللي بعدها باخد حشو. واللي بعدها حشو. واللي بعدها حشو. شايفين البداية كانت ازاي? هتبقى نفسها عندنا في النهاية. سلسلة ولفة واحدة على الابرة وبفرض جبزة واللي بعدها باخد عمود. سلسلة ولفتين على الابرة وبفرض جبزة واللي بعدها عمود بلفتين. سلسلة تلات لفات على الابرة وبفرض جبزة واللي بعدها عمود بثلاث لفات. سلسلة وتلات لفات على الابرة وفي اخر بجبزة بشتجل. عمود بثلاث لفات زي ما بدأنا بخمسة بدل العمود بثلاث لفات بخمس سلاسل نهيناها بعمود بثلاث لفات. كده خلصنا الدور ابرة. بعد كده سلسلة واحدة وبالف الشور وابتدي الدور الخامس. اول عمود على طول باخد فوقيه حشو. سلاسل بداية الفراغ باخد حشو. فوق العمود باخد حشو. في الفراغ ما بين العمود والعمود باخد حشو. فوق العمود باخد حشو. وهنمشي كده ما بين العمود والعمود باخد حشو. فوق العمود تاني باخد حشو. ما بين العمود والحشو باخد حشو. يبقى في الفراج باخد حشو ومن فوق العندان حشو. بعد كده هيقبني التلاتة حشو هياخد فوقيهم تلاتة حشو. عشان احافظ على الجرز بتاعتي ما تنقص اي جرز. عشان الدورب السادس. هنخلص الدور الخامس ونرجع في الدور السادس نشوف هنشتغله ازاي. انا كده خلصت الدور الخامس. بعد كده هبدفع سلسلة واحدة. ولف الشر. والدور السادس اللي هنبتدي اللي هو نفسه تكرار الدور التاني. اول جرز على طول باخد فيها حشو. تانية حشو. التالتة باخد فيها حشو. بعد كده سلسلة ولفة على الابا بفروط الجبز اللي عليها الدور واللي بعدها باخد عمود بلفة واحدة. سلسلة لفتين على الابا بفروط الجبز اللي عليها الدور وباشتغل عمود بلفتين. سلسلة تلات لفات على الابا وبفروط الجبز اللي عليها الدور وباشتغل عمود بتلات لفات سلسلة تلات لفات على الابا بفروط الجبز اللي عليها الدور واللي بعدها باشتغل عمود بتلات لفات سلسلة لفتين على الابا بفروط الجبز اللي عليها الدوع واللي بعدها باشتغل عمود بلفتين. سلسلة ولفة واحدة على الابعة وبفروط الربزة اللي عليها الدوع وباشتغل عمود بلفة واحدة. سلسلة وبفروط جبزة واللي بعدها باشتغل حشو. واللي بعدها باشتغل حشو. واللي بعدها باشتغل الحشو بالشكل ده كده الربزة بتاعتنا خلصة نبدأ بقى نكرر تاني سلسلة ولفع الابرة وافرض ربزة ولا بعدها باشتغل عمود بلف و هنكرر كده بالزبط زي ما عملنا في الدرب التاني نفس خطوات الدرب التاني هنكررها في الدرب السادس ونرجع تاني في الدرب في بداية الدرب السابعة انا كده خلصت الدرب السادس بعد كده هاخد سلسلة واحدة ولف الشغل وفي اول الجبز على طول هتقابلني هاخد حشو والجبزة اللي بعدها حشو والجبزة اللي بعدها حشو ومن داخل الفرار بتاع السلاسل هاخد حشو ومن فوق العمود باخد حشو ومن داخل الفرار ما بين العمود والعمود باخد حشو وفوق العمود تاني باخد حشو عشان احافظ على عدد الجبز بتاعتي لازم اعمل كده من فوق كل جبزة حشو باخد حشو من داخل كل فرار باخد حشو من فوق كل العمود باخد حشو لحد نهاية الدرب يبقى درب الحشو ده بيتكرر معانا درب او درب لأ درب الاول حشو الدرب التاني مفيش الدرب التالت حشو الدرب الرابع مفيش يبقى احنا كده بنكرر الشغل زي ما انتو شايفين درب الحشو بنكرره بين كل درب ودرب يعني درب بين الشغل في العمدان درب حشو دور عمدان دور حشو هنمشي بالنفس النمط ده طيب بعد دور الحشو المراضي هنقرر الدور برقم اربعة لان احنا عندنا دورين مختلفين مرة هنعمل الدور هنقرر الدور التاني والمرة اللي بعدها هنقرر الدور الربعة يبقى احنا مرة هنقرر الدور ده للتاني رقم اتنين ومرة هنقرر الدور رقم اربعة وهنمشي بالنفس النمط ده لحد ما نخلص الطول المناسب للشال او الكفية اللي احنا بنعملها. هعمل النموذج بتاعي ونبجع تاني. عشان نشوف الشكل النهائي للشال او الكفية شكلها ازاي. انا كده عملت النموذج بتاعي بتاع الجبزة. شايفها شكلها عامل ازاي. جبزة في منتهج جمال وشياكة. واحلم فيها ان وشها زي ضهبة. بتقلي بيها الناحة التانية. وشها زي ضهبة بالزبط. ما فيش فرق. شايفها? جميلة ازاي? اتمنى انها تكون عجبتك. لو عجبتك اعمل الايك ومشابكة مع الاصدقاء. ولو جديدة معنا اشترك في القناة وفعال الجرس عشان يوصل لكل جديد ان شاء الله. اشترك في القناة